أهلا بكم إلى أبرز ما جاء في مقالات الرأي في الصحفة الأمريكية اليوم الاثنين بخصوص الحرب الدائرة بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحت عنوان رحلة منتصف الليل إلى شمال غزة تكشف عن وحشية الحرب نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالة للكاتب ستيف هندريكس يصفي الوضع في غزة بأنه يمكن الدخول إليها مساء السبت كأنه وصل إلى الجحيم يقول الكاتب أن الأحياء داخل غزة التي كانت قبل أسابيع قليلة مضت تعج بالحياة تحولت إلى ركام وأطلال ولم يتبقى فيها سوى المباني المدمرة فضلا عن سماعه دوي الانفجارات المتكرر يرافقه رائحة كريهة للأجساد المتحللة أضاف الكاتب أن حكومة بن يامين نتنياهو تضيع فرصة لا تقدر بثمن لتهديئة الغضب الفلسطيني والتواصل مع الأنظمة العربية المعتدلة ينبغي عليها أن تكرر التزامها بقيام دولة فلسطينية ونبقى مع صحيفة واشنطن بوست نقرأ فيها مقال رأي تحت عنوان إسرائيل تكسب الحرب على الأرض لكنها تخسر معركة الرأي العام للكاتب ماكس بوت في هذا المقال تساءل الكاتب إلى أين تسير هذه الحرب وأجاب قائلا أنه يمكن تلخيص الأمر على النحو التالي إسرائيل تكسب الحرب البرية بينما تخسر معركة الرأي العام الدولي وتفشل في صياغة خطة لمرحلة ما بعد صمت المدافع وإضافة الكاتب أن الغضب الدولي جراء تسبب الحرب بسقوط خسائر في صفوف المدنيين أجبر إسرائيل على تقليص عملياتها الهجومية قبل تحقيق نصر واضح ومقالة أخرى هذه المرة من Wall Street Journal التي نشرت مقالة رأيي للكاتب أنيس فريدوم تحت عنوان تركيا التي يحكمها أردوغان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي يقول كاتب المقال أن الاتحاد الأوروبي شأنه شأن الولايات المتحدة لطالما ساورتهما أوهام بشأن مواقف والتوجهات أردوغان ومع ذلك يضيف الكاتب فإن المتابعين لتصريحات أردوغان التحريضية الأخيرة بالقول بأن حماس ليست من نظمة إرهابية لكنها جماعة تحررية لن يعتبرونها أمرا مفاجئا لهم ومقالة أخرى لنيويورك تايمز لكن الوقت لربما لن يسعفني بتكملتها لكن العنوان هو اتساع الهوى النفسي القاتل بين الإسرائيليين والفلسطينيين اشتركوا في القناة